الزميلة ميس الحربي تنضم إلينا هنا في غرفة الأخبار وترصد لنا مواقف الكتل السياسية من التصويت اليوم على الحكومة فضلي ميس أهلا حسام طبعا بالفعل البرلمان العراقي أمام اختبار بعد ساعة من الآن ستجتمع الكتل للتصويت على تمرير حكومة علاوي طبعا لا بد أن نذكر أن هذه الجلسة الاستثنائية كانت مقررة الخميس الماضي ومن ثم تأجلت إلى السبت ثم طالب علاوي بتأجيلها إلى اليوم الأحد لعدم اكتمال النصاب القانوني كانت هذه المدة فرصة لرئيس الوزراء المكلف للتفاوض ودفع الكتل التي ترفض التصويت لصالح حكومته المفاوضات اليوم سيدة الموقف وإن فصلنا في مواقف الكتل والأحزاب الممثلة في البرلمان فالكتل متباينة بالآراء القوة الشيعية منقسمة فيما بينها تحالف سائرون بزعامة مقتضى الصدر هو الداعم الرئيسي لعلاوي وتحالف الفتح برئاسة هادي العامري انقسم أيضا بين مؤيد ومعارض وأول المعارضين هو نور المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون أما حركة إرادة وحزب الفضيلة وكفاءات قرروا الابتعاد عن التصويت عن الحكومة أيضا موقف التحالف الكردستاني حتى اللحظة يرفض علاوي كذلك اتحاد القوى العراقية ما زال رافض للحكومة المرشحة بالنسبة للسنة انقسموا إلى الجبهتين الأولى يمثلها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وترفض التصويت على حكومة علاوي أما التي تؤيد تمرير حكومة علاوي يمثلها أسامة جيفي زعيم جبهة الإنقاذ الوطني وصالح المطلق وقوى أخرى بالنسبة لرئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم أكداتي تأييدهما تمرير حكومة علاوي رغم وجود اعتراضات عليها على حد قول العبادي ما هي السيناريوهات في حال لم يتم الاتفاق على التصويت اليوم في البرلمان بالطبع حسام ستكون الأزمة السياسية أمام مفترق طرق إما أن يقبل عبد المهدي الاستمرار في مهمتي أو يوكل الحسم للرئيس برهم صالح الذي يتوجب عليه اختيار مرشح آخر خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم وذلك بحسب ما تقول المادة 76 من الدستور سواء من الكتلة الأكبر أو من غيرها التي أصلا تتعدد التفسيرات حول ما هي الكتلة الأكبر في الدستور العراقي ما يسمى عن تحركات الشارع؟ ما هو موقف الشارع؟ بالنسبة للشارع منذ بدء ترشيح أسماء من الأحزاب كان سيد الموقف في حال حكومة علاوي أن تم تمريرها ستزيد الأحزاب السياسية من غضب الشارع الذي عبر عن رفضه لعلاوي لمخالفته شروط التي دعوا لتوافرها برئيس الوزراء وأبرزها طبعا ألا يكون مزدوج الجنسية وعلاوي يحمل الجنسية البريطانية وأن لا يكون منتمي لحزب سياسي وهو عضو سابق في حزب الدعوة كما شرط الشارع أيضا ألا يكون المرشح غد شغل أي منصف الحكومات السابقة وعلاوي شغل عدة مناصب آخرها وزير في حكومة نوري المالكي شكرا جزيلا لك